نروح لأخبار الأهل أنا زي ما قلت لحضراتكم بعد مطش الجونة ميستر كولر قرر أنه يدي راحة سلبية للفريق لمدة أسبوع تستمر لمدة أسبوع بعد الأسبوع ده يرجع يستعد بقى لمرحلة دوري أبطال إفريقيا وخلال الأسبوع ده هو يمكن بيذاكر وبيحضر بشكل كبير جداً لمباراة ميدياما الغاني اللي هتكون صعبة 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 مطشعة الأهل في دوري الأبطال السنة دي لن تكون بالسهل أبداً حتى الدور المجموعات اللي ممكن تكون مجموعة الأهل فيه نسبياً نسبياً يعني طبعاً مفيش حسابات في كورة القدم مفيش أكبر محللي وخبراء كورة القدم مش ممكن يقولك أبداً نتيجة مباراة محسومة من قبل ما تبدأ وميزة ومتعة كورة القدم إنها بتختلف عن كل الرياضات التانية فإنه مفيش نتيجة ممكن تكون متوقعة مسبقة في كل الرياضات التانية الفوارق بتحسم لحد كبير جداً من قبل ما تبدأ ممكن تتوقع أو تقرأ مين اللي ممكن يكسب لكن في كورة القدم كل شيء وارد كل شيء وارد أقل فرقة في أي دوري ممكن تكسب الفريق صاحب الصدارة فريق زي جيرونا السندي يطلع من العدم ما كانش حد يسمع عنه أو يعرف اسم لعيب واحد بيلعب فيه يتصدر اللي يجا في أسبانيا على حساب الريال وعلى حساب البرسة على حساب أتلتك وده جزء من حلوة كورة القدم ومتعتها فبالتالي ما فيش شيء أبداً مضمون لكن أنا بقول لك من النهاردة أنه نسخة دوري الأبطال دي وخصوصاً ما قبل المركاتو إلى حد كبير جداً هيكون فيها إحنا طمعنا للأسف يعني مع المستوى أداءنا والفرق اللي هتذكرنا في دور المجموعات اللي بتنفس الأهلي في دور المجموعات واللي بتنفسه على التأهل لدور الثمانية أو دور الستاشر الأول هيكون عندها حالة طمع بعد المستوى اللي ظهر به الأهلي أفريقياً واللي يمكن يزود من ده كمان هو أرقام الأهلي محلياً في الفترة الأخير فبالتالي من هنا ليوم 25 أنت حقيقي ميسر مارس الكولر قدام تحدي كبير تحدي كبير وتحدي صعب ومطالب فيه بحل لغة رتمات مستني جمهور النادي الأهلي حد تجاوبله عليها غياب التراجع المستوى الفني وصيبك من نتائج لأن النتائج أبداً ما بيكونش مقياس عند الجمهور صحيح مهمة جداً مهمة جداً حتى وأنت في أسوأ حالاتك وأنا قلت ده في البداية كويس أنك أنت وأنت في أسوأ حالاتك في غيرك وفي أسوأ حالاته بيبقى عنده نزيف نقاط بيخسر مباراة بيخسر اتنين وشوفنا ده بيخسر بطولات يعني إذا كنت بتتكلم على أنه في المرحلة دي أهم منافسي الأهلي بيرامدز والزمالك فالزمالك تعثر كم مرة خسر من زد خسر من أمبي بيرامدز حتى اللحظة بدون بطولة أو لقب وحيد وده يقولك يعني إيه فريق بطولة فبالتالي وإنت بس أفضل حالاتك قادر أنك أنت تكمل الأهم أنك أنت توصل لأحسن حالاتك بقى أنه اللي جاية هيكون صعبة جدا